يفم سبور شيك الإنجليزة مرحبا بكم في حلقة جديدة من سبور شيك حلقة الاربع ستة مارس الفين واربع وشرين نفس المواد كي ما عودنكم مرحبا بكم ساعتين مضي ثلاثة من الثلاثين الجامعة مرحبا بلناس كل اللي اسموا فينا على الفريقونس متاعنا التحيل يتابعوا فينا على السوشيال ميديا باج فيسبوك رجو يفم باج يفم سبور ويفم تي في على يوتوب اربع وشرين على ربع وشرين حلقة اليوم حدثة على التشامبيون زيج الوروبية وشنو قال ايرلينغ هالند على الياس العاشوري لاعب كوبنهاجن والمنتخب الوطني لتوس نابيل انغيز مدرب الولامبيل باجي السابق مساعد لفلاديمير بيت كوفيتش في منتخب الجزائر منامح قائمة الجزائر القادمة الهل المصري الزمالك نهائي الكأس في السعودية والحضور التونسي في المباراة من الجانبين مواجهة تونسية في بطولة المغرب بين معين شعباني ونصر الدين النابي توقيت المباريات في تونس خلال شهر رمضان والمشكل المطروح حول كان التحكيم موافق في مباراة التراجي والملعب التوسي سبوشيك مساعد لدي تغيب مرحبه مع تمامين غلنزا نور في الإخراج هيبي مين في الفم تيفي ومين القربي في السوشل ميديا ويحضر معايا النفاثة على الرواق الأيمن على الرواق الأيسر يقود جيل جديد من المدربين واجدي بوعازي مرحبه مرحبه يا مين مرحبه غلنزا مرحبه عبد ستار وطوط الكيب والنس ليس ما فينا الكل ما حولك؟ والله الحمد لله لبس خويا نفار مليون والله لنبيس لدي ما نفار تنبيرها هذي نفار معناه نبارا حينما نشفي كوربة نعم ما أعرف عليش قوتك يقول جيل جديد من المدربين خاطر عنا كرونيكور قار في الحسة هذه قال لك أنا راني أفضل مدرب في الجيل الجديد وابون هو الحقيقة أكبر منكم هو في العمر قال لك أنا راني بش نقود الجيل الجديد وانا الأفضل وانا الأحسن وانا مدرب المنتخب في موندياريا الفين والتاثين والفين والتاثين والفين 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 هكي يحكي هو على في المستقبل عرفتو شكون ما هو اللي نرجسي شوية هو في تصريحات قولي عليه تي مهاجم كان مانتي وانا برش مهاجمين معنا يخدم معنا هكي دي بربي معناش مهاجمين هذي أحسن أحسن إجابة من وجدي بوعز متحصل على نقب خارجي البطولة في رواندا مع فريق الجيش عب ستار موسى أهلا وسهلا بيك مرحب أهلا بيك مين أهلا بوجدي بكيفة مستمعي ايفا شنو الأمور والله صباح الحمد ولا لبس شيخ عامل جوا معنا توا لا ولا عامل كيف حق عامل كيف على خاصة وانو نحن خرق نخرجو شوية من من النمط ونخرجو شوية من الأخبار المحلية ونحكيو على البلدان المجاورة على المغرب على الجزائر على على مصر على العالم العربي كورت القدم اللي طورت في عجيز كمدربين كمدربين توا انا وجدي مدربين مش بش اه 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 لا احلوة هذي كمدربين الحسن طاع الحساس طاع سبورشيك تخلينا ناخدوا فكرة على شمال افريقيا اليوم تعطينا افات اخرى والعالم العربي يعني كي جيك فرصة انك باش تدرب في في بلد اخر غير تونس تلقى روحك ملمة بكل كبيرة وصغيرة معناها على الجزائر المغرب مصر كل شي دونك حاجة مثريالينا نحنا كمدربين باي باي ان شاء الله يتلعي سمع فينا اللي نقصدو فيه كمدربين مباشرين اللي يباشر معناها حتى حتى القربي تمستو خطر مساعد ليه مباشر معناها معناها يلا اكزار سيه معناها اي باي شارك ودرب قربي باي وتقبل ما عش انتي بش كونت عش كونت تحكي بالضبط اخر انتي تقبل انه تكون مساعد سليتي خطر قال نجم من خدمك معاي كمساعد هكذا انا ما نقبل اشو كون مساعد حتى حتى باي شو ديم معنات نجم جيك فرصة مثلا كيما نبيل نغيز مثلا لا ها كان يجي مدرب المنتخب الوطني القادم يقول حب وجدي بوعزي مساعد لكل يحاديث نحديث اه ريت توك حصلتك ريت توك فما ديزو بجكتيف كان وقتا نشوف روحي هنا النجم نكون بروكبا اي تو مثلا في العمر هاذ انتي واجديه في بداية مسيرتك نا ما نحكيوش هالعمر كلهم بديت مسيرتك بايجليز ما بديت مسيرتك واريني في المنتخب الالماني باي كي يجيك مدرب المنتخب اكيد بش تخامم شي يقولك نحبك مساعد ليا في الستاف اكيد بش تخامم لي كل يحاديثين حاديثة ان شاء الله بايه يفرض لك ايرلينغ هالند معجب بالياس العشوري ايرلينغ هالند في المؤتمر مرسوه في اليسبق مباراة سيتي كوبنهاجن الذهاب وفات ثلاثة واحد لسيتي في الدنمارك في كوبنهاجن صحوه في انجليزي سأل ايرلينغ هالند على اللاعبين الموجودين في الفريق المنافس فريق كوبنهاجن فماشي من لعبية عجبو شنوه كانت ايجابة ايرلينغ هالند نسمعو التصريح باللغة الانجليزية ايرلينغ هالند معجب بالجنيح الايصري فريق كوبنهاجن كوبنهاجن قال the left wing قال له ما يعرش اسمه وشكون الملاعبي قال صحفي قالوا ليس العشوري تونيجان غاي لاعب تونيسي قالوا اي اذاك هو ملاعبي واذاك اللي يعجبني في المباراة وحكي حتى على مباراة سابقة لفريق كوبنهاجن حكي على مواجهة تد منشستر و تد بيان كيجيشة هاده هكا من ملاعبي كبير ايرلينغ هالند في لاعب المنتخب بالوطني تونسي ليس العشوري اللي في الشامبينز ليج يقدم مردود ممتاز من افضل المراوغين في الشامبينز ليج واشتين بايش هاده بايه افي بايه من لاعب عالمي كيما كيما هالند سورمو راهو شايفو سورمو شوف عبده نحكيوه مش قبل حتى ما يكون لعب حتى الوقتي اللعب ضده معملش معملش برفرمانس بايه ليس العشوري ما يسورمو ايكيب كيما كيما السيتي بش في في الفي في الفيزيوناج بش تفارش في الزيزات فرسير الكل شوتو قبل ما يلعبوا كوندر كوبنهاج ستين مو لو شايف الهيلات سيتو بيانسور يركزوا برشا لي بوان فور لي بوان في برمي خلوش حات شي وازار راو مهما تكون القيمة هوما قيمتهم اعلى من كوبنهاجن في متهم الكوروية لكني تابعوا سورمو وقتا في فيزيوناجو حتى معنا انجفيديو المو شايف انو فما الحقيقة بروفيل دانجور اللي نجم يكون اللي هو لاعب فورجوي يجلب الانظار اي اي وقلنا الشاي ذا قلنا لاعب لعب فورجوي انجور تكنيك الفيلة ديفيرانس انجور بيركيتان وعنده شخصية كتحسوا كان عنده كورا معناها من اللاعبين كيما نجمعها في اي جمعية ما خير من كوبنهاجن كيما قلنا لكن في الاخر نقوله كلمة باهية كلمة باهية لاعب في كونفيرانس دو بريس لاعب عالمي في اقوى فريق بالعالم يحكي على لاعب تونسي حتى يظلي حتى اللي يسألوا قالوا اللاعب التونسي تونيجين بلاير قالوا ي ما يعني لكو نفرمي اوكي دونك حمدو الله باي حاجة بايه ما دام خوي ادربوا تونس بسم تونس اه في مباراة مهمة حاجة دي ما دي ما تفرح الياس العشوري والمردودة المتميز في الشامبينز ليج عب ستار لا يتوافق نوعا ما هو المنتخب الوطني تونسي كله كان خارج الموضوع في كأس افريقيا لغز لحكي لقد شوف ملاقي ابي كيما الياس العشوري كيفش يلعب في كوبنهاجن الحقيقة والاريحية وكيفش يفسخ في اللي زاد فيرسير والخصوم بعد في المنتخب الوطني تونسي مش هو بر كمان يعني معلول افضل ظهير ايسر في افريقيا دي ما ما نعقلوهش كي يجي لتونس في الفترة الاخيرة اكيد هو بش نبدأ بتصريح هالاند على على العشوري ممكن تصريح هذي نراه هنا حافظ كبير للعشوري بش يبدل الجامعية متاعه بش لمرة جاي يمشي شوف جامعية هو دجا تصريحات كيما هكا عب ستار نفعل معاك يهزوا الكوطة ويطلعوا للفالور مارشاند بتعمليه بين انت فكر تصريح لويس اندريكي على او ناحي في كأس العال فكرت ولا ايه بعد هذا كل او ناحي وقتها اخذي دي ماسي اكيد اكيد انه وحتى تصريح هذي بالنسبة للعشوري بش يخرج الجامعية اخرى بش حتى في المستقبل هالاندي نجمي ولي يعرف اسمه لانو اليوم شوفنا انو كوبنهاجن حتى ويشارك في الشامبينز ليج وحتى انو العشوري كان موجود من احسن المراوغين في الشامبينز ليج هذي لكن هذا الكل مش فعلوش بش يكون هالاندي يعرف اسم ولا يعرف اسم حتى لقل الحارس دونك يسمي فيهم باربوست دونك ما 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 يعرف هومش عمل معناها الحقيقة برفورمانس باهية معا كوبنهاجن لانك انتوا سيلمون هو في الوقت هذا يبش يخرج يمشي الفريق ما اقوى فريق يكون فيه بارس يحسن من المردود متاعه بش ينجم يولي معروف الاشيال الكبير مش الاشيال متاعه كوبنهاجن والجامعيات اللي كيف ناكيك شنو البطولة ممكن لترى تتماشى مع اليس العشوري اليس العشوري يشتنجور دريبلور انا اللي نراه انو ما ميجمش يلعب في تاليا في الوقت الحالي لانو في الكورب اللي ميشي بها هو وميشو يطلع الدوري الانجليزي ودوري الإيطالي لحقيقة ما نراهش انا بش ينجم يمشي يلعب فيه ممكن اقرب حاجة نراه هنا الدوري الاسباني ينجم البروفيل متاع اللي عبادية ينجم خطر نعرفو رينا برشا في دوري الاسباني بوكو دو جور دريبلور الي يلقاو المساحات ويلقاو معنايا الفرصة بيش يبرزوا سور لبلون تكنيك لكن العشوري مرضو بمنتخب من نجموش نحطوه مقياس لانو تونس كيم لكانت اكوتيد لبلاك بعيدة برشا روى حد باركة من نجمشي هزة جامعية في الظروف المناخية اللي ديناها اللي هو اول مرة يعرفها و اول مرة يسافر لافريقيا مانا جموش نطلبو حاجة كبار تعدينا ضد ناميبيا اكوتين مباعد سور لبلون تاكتيك طلبنا حاجات ملقينا هومش دونك انا ملومش على العشوري ميز مش كونوا قاسين عليه هزا الجوار المستقبل قدامه وان شاء الله في الكوب دا افريقا متاع المغرب ان شاء الله بش نراه عشوري اخر لانو لي كونديسيون يقربوا اكثر من لي كونديسيون اللي عيش فيهم طيو في الورب. عنا تصفية قبل الساعة و مش اول مرة عشتا معناها. عنا ليه تصفية ساعة المنديال اللي جاي في شارجو مش اول مرة يسافر لفريق لكن اول مرة يلعب كمبيتشون كبيرة. اما اما الظروف المناخية ما يشي يبيد يا راولي كنا معك تعمل ماتش بركة مش كي ما تقعد في دورة كاملة. بذب. هو راو مش مش صغير في العمر. نحكيه برشا عجزي سنوات كارير. 24-25. 25 سنوات. ايه. المنتخب. وانا كنت حاضر في بلاتو متاع تلفزان. ايه. يسلوا فيها وقت على العشوري. قال لهم والله وليد مازال صغير في منياه. قال لهم مازال على قل قدامه ثمانية ولا تسعة كوبدة فريك. كيفاش. هو 25 سنوات. شكون العنصر. عنصر في اليتار الفني متاع المنتخب. شنوه صرح ولا تصريح. قلهم والله. عنصر شاب. عنصر شاب. ومازال قل لعنصر شاب. ومازال قدامه ثمانية وتسعة كوبدة فريك. مصعد معناها من المساعدين. المساعدين. يعني موجانه ثمانية كوبدة فريك. معناها سوة متاع craides.ii يعني تسوب المساكنين فريك. يوسف يعني تواقل ممارافك كل عامر. قل الزام وستطعين سنوات. ثمانية كوبدة فريك سوات عملي خمسة وعشرين سنوات. واحدة واوة ب勀 revised سنوات. هكو والله. ه Course لذلك الولاي دروا مزلوا على أقل تروى فريمون كان أعمل معلومة لا ندخلوش في الحسابات عادة دعنا نقول لك حاجة شوين نحب نوصل لانتاو نحب نوصل انو الشواء توا كي مقال عبد ستار الشواء بشي غير الجامعية والتوا السناء مهم ومهم جدا مش نربط مع او ناحي او ناحي اني دوميل وناحي وقتين لويسان ريكي حكي عليها وصحافة العالمية والدمي فناليسان عامل الثانو عشرين وقتة في انجي يلا معناه الى كونفرمي كوب جي ماندران مش لعبين توين سمتاعنا يلي شوية عمل دو متشبهين تزوهم دولي ودرجنا ودستار معناه الى كونفرمي وحكيت عليه البرسا وقت لعب ميلان البرسا ميه البون شوا مشه المارسي ويلعب تيتولير في مارسيل التوا تيتولير اندشبونسابي من وفقك شو برشا روان بون شوا في مارسيل لانو يلعب مارسيل فيها ديو ويدي بار في مرسيتي مش تلعب في المجرة ولا في الدنمارك ولا في مفهمتش معناه بي أما مرسيتي راي سخونة برشة سعوز تي سخونة ولا بردة ولا ملذلة كم يقول انت نحكيلك ليلى سخونة برشة وساعات فما برشة ملعبينش حوش في مرسيتي ياود يا ونيجا حراج اليالعب ياوتي مش نيجا حسون برسون وناحي ما مش نيجا حسون برسون عندك لعبة في تونس خيمن وناحي لكن اللي ريزيطان تحى مرسيتي داخل بعضها الملعب بمعتي يعاني يا Jagan accumول في مرسية أنا تيتولير؟ معانا انت في تونس لا عنديش ميلا عندي مليعبي ملايك معنى ما نقصد بالمليعبي بالمعτί داخل ما عندك الشعطي ما فامPs ما فامиش what life معانديش مليعبي في موخ يلعب في مرسيتي هذا هو تيتولير لعض ال 했 erzählt سعيب بعشة لما تعمل بالحمر ما نمشيش معك بالاpowered ما هو انت التعليق به ivamente لا العنظر ايد رَسة عندناما denk كيف ساتقر البرسة المتوسط على الأوام يعني أن له قيمة أكثر أتكلم عناراض أمين أتكن الفريق مثلاً ينجح لف فريق كيفanca في السايفيد صحيح على أي فريق أو ينجحو jar أنا على أفما وك Això تعود على خطب رجمي وترك في مرسيد روزي ما تسمحونه بعد المراهية يجعل في جمعية خير من سيفي بي خير مائم مش سينا. انا انا عليش فعلت معك في ميخص مرسي وجدي لانو مرسي برشا ملعبية برشا ملعبية ميتوا في مرسي كرويا نحكي برشا مدربين زي اكشفت اكشفت المدربين اللي توافدوا كل على الولمبيك دول مرسي مجح فيهم حتى واحد في الفترة الاخيرة. اي من عبدالنور مثلا اي من عبدالنور بعد مسيرة كبيرة في في مونكو في مونكو في فالانس مشاهل مرسي يكشفت شار تفكر وليك بيصور عمل كرير محترم ومحترمة جدا كان مش احسن كريير عمل في مرسي يحكي لك في مرسي ما مش نفس الاشعاء اللي عارفوا في في فالانس انا امين الاوبجيكتيف سي لابون لابون جيسيون كريير لابون جيسيون اللي اللي يفتقدها اللعبة التونسي به الباير نياموري للربع النهائي وفي لتقاليد وبعد ثلاثة صفر تلد لاتشو واحد صفر في ذهاب انتيجة المباراة في ايطاليا بي جي بعد الفو سنين صفر يفو سنين واحد على السوسيدات خارج القواعد كيلان بابي دوبلي البارح وبرشا كلام كان على لويس انريك هل ساعتمد على كيلان بابي املي طبعا لويس انريكي يبدو وانه ما كان عنده حتى خيار لانه يعتبد على مبابي ابستان اكيد وهو تاو مبابي وره الحقيقة للرندمان اللي رينيه البارح متاع مبابي وره انه مبابي مالي قريل الكلم اللي صار هاو ماشي للريال هاو ماشي قابل رئيس فرنسا هاو كل شي انه انسان لاعب محترف ولاعب مركز مع انتا كتشوف ليستات متاع المتاع مبابي ست سيزان اربعة وثلاثين ظهور ثلاثة وثلاثين هدف وصبع اسيست يعني رقم خيالي بالنسبة مع انتا مبابي يظل يستنسبة المسلسلة ذاية متاع ريال مادريد وولد ما يأثرش فيه وبرفورمان برشا معه ممكن استنيه وقاله ضد ريال سوسيدات بش تلقاه معناها لعبة اخرى واجواء اخرى لكن رينا رينا بيس جي برح في استعراض راو فما اهداف ضياحهم مبابي كان يخرج بيتور باربع باربع بنتوات فاسيلمان الحقيقة الابور امتاع الابور فريمان مانيش عارف بعد خروج وبي ازيش نجم يعمل بعد بعد مبابي لانو لانو دي سيزيف براتيك ما في اللي ماتش الكل متنجامش تلقى ماتش مبابي موش كسو عامل اسيس ولا عامل وانو يقال انو انو بيس جي عند خطة لتعويض مبابي صعيب خوية بشتعوذ مبابي ششري ورافين ليه ويقال ششري وملاعبين اخرين مازلنا ما نعفوه شنو بشي سي صعيب مبابي ب بيس جي دون مبابي اذا غادر علي ريال مدريد والسيناريو الاقرب بيس جي سيفقد الكثير الخطة الامية نجم تعاوضوا لاعب 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 يربح كمين يربح توا فما شوف سألوه قالوا شوتوا بعد الماتش في شمبينام دع موناكو واللي سار البوليميك اللي سارته بعد المقابلة تلع على الفوق بعد حاسي ويخرج في الميطان ويبعث الميساج وشات تليفون ويتكلموا واللي سار لكل سألوه في بينهم عنده مشكلة مع الانترينور وهو الى ديكالارية قالوا مره مستحيل ولا عمرها المشكلة كانت مع المدرب برا مسحيح نعيش في ضغط ونعيش في مشاكل منه ومنه اقوش يا دروات لكن مستحيل عندي مشاكل مع المدرب وهون يشوف هون يصير مو المدرب حكا على البيس جي ما بعد مبابي وقال لازمنا نستانس ونتعاوضوا نرعب مغير مبابي لكن البيس جي كفريق ومدرب والرئيس والمحيطين يعرفوا في الوقت الحالي الوبجيكتيف هو الشامبيونز ليج ينجموا يرتحوه في الشمبينات ينجموا يحسوا المجمو انه موش انديسبونسابل لك في الشامبيونز ليج اللي هو الوبجيكتيف نمير اون اللي هو اللي تحب معناها البيس جي يعمل كل ما عنده بهز الشامبيونز ليج قادر بيس جي قادر يربحك يربح 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 حتى يتمشي يربحك به فاصل وراجعين مش نحكيه على بيتكوفيتش والمدرب المساعد الجديد في الإطار الفني لمنتخب الجزائر ماضي الساعتين واثين وعشرين دقيق على اي افهم قبل ما نحكيه على الجزائر والإطار الفني ونبيل نغيز مدرب الولمبي الباجي السابق لي عزز الإطار الفني واجد انتي البارح حكيت على عديد اللاعبين الجزائريين اللي ما يتقنوش اللغة الفرنسية وذكرنا قلت بوداوي في نيس ما يحكيش كيف كيف يصف البلالي في عديد المرات طلبوا منه انه يجري حوارات باللغة الفرنسية لكن نحكيه باللغة العربية فما اكسبسون واجتي فما ملاعبي لحقيقة انا اب هاراني اللي هو العرب هلال السوداني العرب هلال سوداني اللي عب المتخب الجزائري اللي ينجي مستدعب يلعبين سنة في ماريبور سلوفيني بارح شوفت انترفيو يحكي باللغة سلوفينية بطلاقة يا وجدي يحكي كرواتي يحكي سربي يحكي سلوفيني يحكي إنجليزي يحكي عربي اه بطبيعة ويحكي فرنسية ويحكي برتغال يعنيها ماشاء الله عليه كان شفت الانترفيو منعرش اه تعدى قداما لنا. لا لا ماريتوش. في فريق ماريبور. ماشاء الله عليه كليان بابي مثلا يحكينا عليه. يحكي الاسبانية منذ سنوات بطلاقة يحضر في روحه ريال مادريد. يحكي الانجليزية البارح سمعت حوار باللغة الانجليزية كليان بابي. اه تصدقني معناها تقول معناها تقول يحكي اه انجليزية منذ نعمة اطفالي. اي 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 لا يتعلموا معناها في 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 الوروب البره يتعلموا واللملعبية اكيد فن الاتصال اذاك يدرس ويتقرر حاجة معناش منها بارشا في تونس في عالمنا العربي ماشتي نحكي. ما فاماش ما فاماش دي ما نقول شوف في الشورة وو نيفو دي جان امين نحكي وعلى اللا فورماتي ودي ما نقولو في اللي كلوب. ونيو انتران دو فورمي دي سيطويان القديم. نجم تطلع عن بونجور ما يلزم يكون زادا اه موش بش نقول قاري يا حب ذا يكون قاري لكن مثقف مثقف وعندو ثقافة فاملو منيموم. نجم تكون متعملش اه ين كاريير كومان جور تعمل كاريير كومان ريسبونسابل كومان ديريجان كوم اه تبيب محامي تنجم تكون تطلع عنصر في عرف المجتمع. وهذا يبدأ من ملي كلوب يبدأ من هو نقص وغير موجود في اللي كلوب دانا الحقيق. باسور هون اذي دي باك بريسر متاع الثقافة والقراية وماذا بي نطلعهم لعب حتى في الانتريفيو يعرف يتكلم ويكون عنصر في عرف المجتمع ويكون. ما نجتم بثقافة. كي ما قلت انت عربي. 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 هو فم اجتهاد. كي ما الليعب كي المدرب. بل هو مدرب سواديزان دي ما نقول مثلا مدرب في تونس. يا خوية انت. طنك احنا احنا انفيز كما قال عبد ستار انفيز دالي لون. شمشيو. شمشيو الخليج. مشيو البولد العربية. يجب ان تحكي انجليزي. يجب ان تعمل حاجة غير المدرب الاخر. تمشي تقرأ تقرأ انجليزي تتعلم تتحسن حتى كان عندك اللغة الانجليزية السواديزان. تحسن لغة الكوميكسيون. اتريد ان تكون العربي سوداني حتى احنا عنا لعبية في تونس رامي يحكيوا لغات الكل برة. طنك احنا البرة. هو ابرامون مشلف. هو مشلف. ما هوش مولود البرة. ايه تريزان حتى حتى ما تعرش ما كشقاري تتعلم من الغرة. ايه عادي. معناها وشوف شوف اللغات اللي يتعلمها في البرتوغال. عادي عادي. كريم حقي يحكي المؤليون. في كريم حقي يخرج صغير. ايه. وكريم حقي زادة عنده درجة من الذكاء الحقيقة. درجة كبيرة من الذكاء. كريم حقي المشاء العليم. يعني هو عديد الملعبية اللي نجمه نذكره. اسمي راضي جعاي دي زادة مثلا. راضي جعاي دي. ايه. لكن نحكي لك عني الهنية. على الفورمشون هنا يا وجدي. نحكي لك على التكوين هنا عب ستار اللي غير موجود فيما يخص الاتصال. اكيد ما فهمش تكوين وما فهمش الجمعيات اخر همها رأينا بش تخرج لاعب يتقن الاتصال ويتقن لغات. اذا رأي مش مهمة. يقول صالح معناه. ينجم يذرك عب ستار الليعبي يخرج بعد بعد مبارات weighs reading الكرة. يذرك يذرك quatre بلايش فى بلادي انقلوفان. اللاعبين يفهموا لانجليزية ما فهموش الفرنسية يتحكي با معاهم بالرواندي ولا بالانجليزية تحكي ما باللؤندي مستحيل باه. بش تحكي معاهم بالانجليزية. فهم주�ها فالانجليزية شكول ما ما يتقنش الانجليزية Well ما يفهم شو الإنجليزية. تفاهمنا وقتها مع رئيسنا دي. بش نجيبه أستاذ إنجليزية لأنه الفريق يحب يسوق اللاعبين بتاعه خارج البطولة الرواندي. بش نجيبو لهم أستاذ إنجليزية بش يعلمهم اللغة الإنجليزية. اليوم نقول لنا مش لازم منتي تدخن رو كما شفنا هلال العربي هلال سوداني رو حاجة إكسيبسيوني يعمل فيها راي ومهيش دوني للناس الكل بش تدخن عديد اللغات. ممكن حتى تلقى الناس اللي مختصة في الترجمة وما يتقنوش اللغات اللي يتقنها هو بالطلاقة هذيك. وشفنا معنا الانتريفيو حاجة غير عادية الطلاقة اللي يحكي به. لكن المهم عندي أنه اللاعب يتقنوا اللغة الإنجليزية. رو اليوم في الطيارة فما دي كمباني حتى بالفرنسي ما تفهمش معا ما تفهمك شراء. لو تسو استيوارد كلام الفرنسي ما تجيوبكش. تجيوب كان بالانجليزية معانتها اليوم كان اليوم نحبو ننفستيو واحنا في اللاعب متاعنا التونسي. اللي هي طاو اللغة الفرنسية نقراوها من التعليم الابتدائي. واذي كان موجودة حتى كما يتقن هيش راو يفهمها. أما اللغة الإنجليزية واللي هي أسهل من اللغة الفرنسية باش باش تقراها. اليوم راو لازموا ندخلوا في نوادي متاعنا. في الفورماسيون بتاعهم إتقان اللغة الإنجليزية. نخرجينا اللاعب يتقن اللغة الإنجليزية. تسوقوا الفرنسية والإسبانيا اللي هو راو باللغة ذي كانت بتعادة. والليوم انتي أول واحد باش نجري جوارين. نسألوا على اللغة. ماذا يحكي. كيفاش بشتعامل معها. كيفاش بشتعامل معها. كيفاش بشتعامل معها. كيفاش بشتعامل معها. وفما اليوم أمين قلت انتي. قلت انتي. قلت انتي. ساعد فما دي جوار يخليوا لكلوب في مشكلة. يخرج معاش يتكلم. يقول حاجة خارج الإطار. لا يتكلم عن طريق الإطار. لا تشتعامل معهم. لا تشتعامل مع أنه مزل تقول حاجة. لا تشتعامل معها. تجد أن يكون هالا ليضا ليستعامل معا. يجب أن ياختبه. لا يجب أن يخبره. لا يجب أن يقلك كل شيئة تطعينهم. لا تشتعامل معهم ومش أجلك كل شيئة تطعينهم. نحكي لك حتى في تونس يخي بش تخرجني يزوز بركة حتى من الوسائل عليهم تقلق وجدي هكا ولي يقلقوا ها؟ تيوي كلنا خلقين يذولي فما شكون حتى يخرج تاوي خاطر مزهار قولك وين يمشي الكونفيرنس دو بريس نجيب معه معمول بي معمول بي تلقى فريقي يجيبك نفس الزوز ملعبية نفس الزوز ملعبية نفس الزوز ملعب نفس الزوز ملعب نفس الزوز ملعب يقلقنا سحي هكيك احنا شعب نقلقوا فيه سارة حتى من الملعبية نقلقوا كنت طلعنا غنية اثنين على الملعبية ماذا بينا نطردوا نجيبوا ملعبية اخر بش نعملوا غنية اخرى ناي مثالت ومدربين كيف تتنققوا المدربين لها لا اخوي انا انا عامل معك جاو اخوي وصديقنا محمس ليتي ابدع البرح رافي التحليل فين سارة اهي في الوطنية حل المبارات وابدع لا حتى في اللبس ما شاء الله ليه انيق لا لا محمد اللي تيرى مستويخ. بيتكوفيتش وافق على تعيين نبيل نغيز مدرب الأولمبي البيجي السابق ضمن الإطار الفني كمدرب مساعد. بيانسور بيتكوفيتش عنده إطار فني خاص به. لكن تم تعزيز الإطار الفني بنبيل نغيز اللي اشتغل في الفين وستاش و الفين وسبعتاش مع راجيفاك و جورج لكينز. ايضا كانت عنده تجربة مع كريستان غوركوف من الفين وربعتاش لالفين وستاش يعني يعرف مليحة الأجواء نبيل نغيز في الاتحاد جزيري كورد قدم والمنتخب الوطني نبيل نغيز اللي خدم في الولمبي البيجي من جويلة الفين وثلاثة عشرين حتى نوفمبر الفين وثلاثة وعشرين حداش المباراة تجربة مادامتش بارشا خدم في خنجلة في المولودية. نصر حسين داي الصورة حسين حسين داي في ستيف في الصورة كما قلت انتي في احد في السعودية في المولدية ملديت مجدى مسيرة محترمة واجدين لنابيل نغيز اللي يعرف مليحة الجمهور التونسي. صحيح مسيرة محترمة المدرب و ورجل كفء الحقيقة معناها الناس كلت معناها التقليد اللي يعرفه من قرب واللي يتدرب عنده ولي حتى اللي كانوا مسؤولين خدموا معاه يعرفوا رجل كفء ويعرف العظم ضد وانتي ولكن ليه في المجموعة الاخرى في المراحلة الأولى من التعبوط ولكن الحقيقة اختيار ما ينجم يكون كان سائب شورما هفهم ما فما كاستينج سار فما اسامي كانت مطروحة شوف تعينه اكيد انه كان معناها مطروح ملفاف من الانتحاد جزياري كورت القدم. اي هو الانتحاد جزياري اقترحوا على على بيتكوفيتش. بيتكوفيتش عمل كما نقول وانتي مش كسكينج لكن عمل له انتربيو. هذا يرى معمول به. معمول في العالم. بأسول إذا انتربيوه مع معمولين. سورمون مشكل هو واحد اثنين ثلاثة تروا دوسي عمل له انتربيو. لأنه في حاجة العنصر محلي. سورمون القاه هو شيف سيفي متاعه و سيفي محترم. ران عديد الفرق في الجزائر يعرف العقلية متاع اللعب الجزائري يعرف اللعبين الجزائريين. معناها يجزم الحقيقة شكون مع المدرب يسهلوا التواصل و فما نقطة مهمة والدي هي هامين انه هو يدخل عديد اللغات. من بين الأشياء اللي ممكن في الدوسي متاعه كمساعدة هي اللي خلت الفاف تمشي معها انه يدخل عديد اللغات و معها إطار فني أجنبي. يدخل الإيطالية بربي. الإيطالية هي اللي حكينا عليها البارح. مش يستدعاه هامين ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله هيكون حاضرة معنا عليش. لكن هو مع انت عنده تجربة كبيرة لحقيقة نبيل موش أول مرة بشي تعامل مع مدرب أجنبي دونك هذي حاجة تخدمه لانك جيب اسيستان أول مرة بشي تعامل مع مدرب أجنبي دونك ما تعرفش. مع ثلاثة مدربين خدم مع ثلاثة مدربين أجنب ومختلفين ومهمش نفس الجنسيات وموش نفس الأفكار. دونك مدرب معناها ديجاء بشي بشي تأقل نفيسة مع المدرب أه جديد هذيه وتدرج الحقيقة من من الأسناف الكل وخدم معناها تجارب كبيرة كو سواء في الجزائر ولا خارج الجزائر. دونك مدرب كوفا وعليه إجمال حتى في الجزائر يذري حتى حد ما كان ضد التعيين متاع نبيل نغيز كمساعدة للناخب الوطني. أما شوفنا ممكن بيتكوفيتش عمل ديكلاراسيون معمل هيش بالفرنسي. طال هو نفهم بالفرنسية بالإقدام لكن في أول لقاء قال نحب نوصل للمعلومة متاعية باللغة حكاية ممكن باللغة الإيطالية. دونك ومعه مترجم أما قارني نفهم فيكم وما رو مع الجوارات باش نعرف نوصل للمعلومة بالفرنسي لكن مدام ما وصلتش في الكونفيرنس دو بريس ما نتصورش مشكون عندك التعلاقة هذي كمتاع الفرنسي. دونك المساعد كي يتكون عنده دور هم دور هم ومهم جدا. نتصور نبيل نغيز وحتى مساعدة بيتكوفيتش اللي قال أنهم يتقنوا عديد اللغات عنصر محلي في الستاف عب ستان كمان معاك ذروري في مدخب جزائر كما نبيل نغيز. هو رو ضروري مش ضروري ما كتعرف احنا فما عقلية راية العربية متع شمال إفريقيا دي ما نحب ونحط رو مدرب تابعنا في الستاف انا رحكي كمسؤولي. ما نتصورش بس صورة اللي تحكي اللي هنتي تاوه. قطر رحنا في تونس المدربة المساعد في عديد الفرق وهو وجدي يعرف عنده مهمة أخرى غير التدريب معنى عكا وليه وجدي. باشا مهمة تخرين. ايه باشا مهمة تخرين. ايه عنده عنده عديد. ايه هي العقلية هذي كان في تونس. ايه نعلم فاني قلتك في تونس. اريد في مصر في المغرب في في ليبيا في الجزائر. اي مدرب تونسي خناحكيو عن مدربين تونسيين. مش نمشي تدرب فريق عندك كارت بلانش مش تجيب ستاف كامل. في تونس يفرضو عليك زويس ثلاثة. في تونس بل مدرب. ، نحن يinedعيрей حقيقة المدها للعقدة ما دااجة ك Gard外 ؟ نحن في هي العقلية. يعني زيادة نتوجه لمدة tac Plan حتى مدرب، كل هذه الموجودة تخلص ، نمشي عن شخص مدريباني، نزيادة مثل توسلي عشاء مصرطي ، والله يقول لك شيئة. كيف يمكن للدرب حاجاء؟ طاميو لكن الامور راي برشة ماشى بالغلط هوني المدرب اذا كان كل مدرب كوفا كيما قولت انتي كيفاش يوافق تعرضي الشخوية بنا بنا فورميولي وافقد وكيفاش وعليه يخموا جمعياتنا لي لي وقت اللي عينوه يخموا على تنحيته ومامتون رأي فالتعيين يخموا على تنحيته يقول لك هين هو وقت اللي بشي نحيه هاوك عندي انا لجوا وعندي انترونير دي جاردين تابعيني يواصلوا بشي ما تقفش الجمعية يا ايها يا عبدالله في المدينة الفاضلة صحيت يا عبدالتار مع عن ته روا مش كل وقت اللي هديها انا عندي صورة اخرى ليه ماشي صورة جميلة اللي اعتيتها لك صورة حلوي انت واقت اللي تعين ماشي يكملوا جميعا مع عن ته وقت اللي تعينه وتخمم فيه تنحيته ماكش معناه عبدالتار ماكش تخمم انك مش تخليه ماعندكش برنامج ماعندكش بروجي أما راول وين رعيب نعيب في المدرب الإيراني اللي يقبل وفهم حاجة مهمة راو طيب لي سامحني يا عبي أنا طيب باش نذكر بعض الأسماء طيب مثلاً نبيل معلول ويرضى مايرضاش هو ديما يجيب ستافمتياه فوز البنزارتي كيف كيف يجيب ستافمتياه يتم اقتراح أسماء عليه هو يوافقك أسمع رايشوف مش مشكلة هذي المشكلة إذا كانت حط أسيستان أدجوان تعشمان أدجوان في كلوب فريق محترم راو غدوة الانترنور يمرض لطف عليه الله لي قدر نجي يبعدك جماعة جماعتين اسكو المدرب المساعد قادر باش يسير الجماعية باش يريني يععم السيانس دانتخيمة يععم بلانيفيكاسيون يععم البروغرام دانتخيمة يعفش معناها الافوتاج ولا الرجنراسيون ولا الالجيسيون ستوكي مختاروش هو ولا الميزوسيكل والميكروسيكل والبروغرام هذي أنا مفهم مش نكبير نجم يكون موجود ابن نادي هما يعطيوك دي دي يعطيوك معناها أسامي يعطيوك أسامي وانتي لا لا لساني الكفاءة جفاء ابن نادي مش عادي هنا فهم حاجة انه مدرب يجي يخدم من غير معدل بدني متاعه وبالنسبة لنا هذي غير مقبول غير مقبول انك تجي تخدم من غير معدل بدني دا كوردو مساعد بشيكون مثلا انهما نعرفوا احنا طوي الوضعية المادية متاع الجمعيات فهم متوتهز انتي مساعد يخدم مليون ونص ومليون يجي مدرب اليوم يلقى قبله أسستان المدرب أول حاجة بشي عملها مدرب بذكي كما قلتني بجي معه بيباراتور فيزيك طعب النسبة للمدرب بشيكونوا لاتجوان تاعوا بيباراتور فيزيك حسب بعض المصادر الاعلامية الجزائرية البلايلي غير موجود في القائمة الاولية البلايلي اللي عقب ستة مباريات مع غيرامة مالية بينما رياض محرز متواجد في القائمة تعليقك متواجد عادي رياض محرز لعب مزارينا جميعتي المتخب الجزائري لعب كابتان دي كيب مثال يلعب في نفو عالي يلعب في نفو عالي وتو يلعب في نفو عالي فيما يخص البلايلي بعد العقوبة وبعد الإسار وبعد الشو الحقيقة مشكلة متعيشون البلايلي مشكلة مشكلة تبدأ لعبي بكو دكالتي يوسف تبدأ لعبي حاجة يوسف يوسف المحطة الوحيدة نجح فيها تراجرية تونسية نجح فيها حتى محطة فحياته حتى محطة نجح نجح في حتى محطة نجح في حتى محطة نجح أنت كلامك روي صحيحة نقعد نستحذر في تجارب يوسف الكل ونستعرف فيهم ما فهم حتى تجربة نجحة بخلاف التراجي وتعوى المدية نجم نقول بخلاف التراجيك اليوم إذا كان أنت تدام بالإكزامبل وتكون سورس تعمل ضرب الاربيتر وقام بحركة غير أخلاقية لجماهير ستيف واخر شوف عدم استدعاءه حتى أخلاقيا صحيح تحية الكوجة بالله يزورنا كوجة صديقنا وزمينا المختص في رياضة التينيس يالعب ستار البلايلي ورياض محرز هو فهم أنت مفهمش أحسن رياضة عند كوجة هي التينيس فتبول ما يهموش برش كوجة كوجة الحقيقة هو حد شي ما هو رسمي مزيل كلها كلمات أنه البلايلي ما هوش بشي يتم استدعاءه ممكن اللي ستخرجي كان سيزمارس باش نشوفه لكن لو لم يتم استدعاءه تكون حاجة عادية نظراً لسلوكه لأنه اللي عاملوا فهم غضب كبير من جمهية الجزائرية على يوسف البلايلي أنه معناها لرياكشاو تجارزة كل خطوط الحمراء كل شيء مع الحكم مع الجمهور كيفش لحقيقة يستحق أنه ما يتمش استدعاءه خليقعد شوية عبرة في البطولة الجزائرية لكن يوسف البلايلي عب ستار من عام ثين وتسعين يوسف يدولي يربع ثلاثين سنين ثلاثين سنين خلي عبرة اللي ينبعده مش هو عادة العبرة مش لي هو يقعد عبرة للاخرين باش ما يعملوش كيفو معاك حدا حد ما يتجرق انه باش يعمل اللي عاملو يوسف البلايلي هو مين وهو طوى في العمر هذاك انا ممكن فهمة حتى امي شي معاشا همين معك انتي ولا معامادي قلت انه يوسف البلايلي منتصور مش بش يكمل مع المدرب جديد وقتا ما زال ما تحتش بيتكوفيتش قلت يوسف البلايلي ما هوش بش يكمل لانه العمر وحتى الرندمان طيعة والسلوك ما هوش بش يكون موجود ما حرز له ما تنجمش عندك لاعب في السيتي توا وما تعايتلوش للمنتخب ما حرز قائد الفريق ما حرز مزال يلعب في اللونيفو قلت مهر بمحرز سابقا سابقا محرز قائد الفريق محرز معناها عنده قيمة كبيرة او بوا كبير كان بش يدخل توا ديريكتمان بش يدخل بمحرز ويناحيه ما مش بش يكون دخول باهي لبيتكوفيتش مزال قدامه توا تصفيات نتصور من هنا لقبل كاس افريقيا بش يخوفيه لكن المباريات اذية بتاع شهر مارس راي مهمة مهمة جدا بالنسبة لمتخب الجزيرة بش نمدرب يفهم روحو احنا زادة مهمة لنا يجب ان نكون واقعيين بذكروات احنا نلعب لا رو ما قرنوش رو ما بين البلايلي ومحرز لا شيء بعيد على بعض لو يلعبوا مع بعضنا في كيب ناسونال با بلوس كل واحد في واحد اكزامبل اللي هو المحرس والاخر ابعد من كنا اكزامبل معناها محرس محرس تحكي على الارت محرز راي يوسف البلايلي انتي ملعبت مع يوسف البلايلي في ترش راي محرس تحكي علي احنا نتواس احكي وعليه حتى نلعب في الارت هو حتى سلوك وضع ترشي واجه وعمل البرفورمانس باية في الترشي في تونس بلاي خانس لك على الترشي في الترشي في تونس ترشي في الترشي في تونس هو ضحية الامرهن لا لماذا كان يتم التعامل معه لا كاسبيسيال يوسف كاسبيسيال يقول لك قاعد كنعتي في رندمو باية نحب نتعامق معك شوية في تجربة يوسف في فتر تكنتها في الترشي كان مثلا بالترشي ليس نتعامق معه يوسف دهما جاء من الأول ليس نتعامق معه وكان ديسبلينة في الوقت يتدرب بانتظام يتدرب بانتظام لدينا نبيل معروف بالانديبات كيفية تعامل معه نبيل معلو صارت له مشاكل صارت له مشاكل مع نبيل يتفعل معه بدلاًا قد قلت لك عقلية الميزجية بالجزاري لدينا عقلية كان محاط وقتها بعيلت وخطر يقولوا بوه دي ما من من اسباب ربما دليل المفرط لي يوسف البلاي فاما 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 الحاجة هذوما ما كانش الحقيقة ما كانش مكانش مضابط كما يلزم ما كانش ديسبليني كما يلزم فاما بوكود كاليتي ملاعبي حقيقة بوكود كاليتي شي خطر في فترة لكن كان فاما وسامة دراجي فاما يوسف لمساكني اي وقتها نلعب بينا يوسف ودراجي ويانيك القدر ما كان في البداية مكانش استار معناها في الفريق هو دونك بش ينجم يعمل لك تجاوزات هذيك اللي يعرف روحه مهما يعمل بش يلعب ومش خدام مش خدام لا هو في البريود هذيك يعرف روحه انه مش بش يلعب رو بش يعمل تجاوز معانتا وقت اللي يبدأ هو في وضعيه كيف نكيه في المولدية يقول لك انا نعمل اللي نحب انا بتبيع تيوم بيس ميتريس غاديك بش نلعب تيجوليرا باروكيا هو شوف روحها عاملة مزيئة على المولدية تاوي بالضبط معانا وذيك العيب واللي ما يجيش بتحكيه على الاهلي يا زمالك نهائي كأس مصر ثمانية مارس في السعودية الحضورة التونسي في المباراة من الجانبين بعد شوي مباراة تدار في السعودية جوائز مالية قيمة حكينا عليها في اكثر من مناسبة وجدي عب ستار الاهلي المصري مرة اخرى وكأننا تعودنا بغياب كريستو عن تشكيلة الاهلي المصري وحتى عن القائمة اللي سافرت للعربية السعودية من بين الاسماء طبعا الشناوي المصاب دبس احمد عبدالقادر قام بعملية جراحية لمسل الركبة كريستو دائما غايب تعودنا كقلنا على غياب والمدرب كولر واضح انه غير مقتنع بكريستو لعب عنده امكانية كبيرة عب ستار كريستو لا يلعب مع الاهلي المصري حكينا على ربما خروج كريستو في المركاتو الشتوي يعارة الى فريق مصري في البطولة المحلية لكن كريستو بقى في الاهلي والحقيقة غامضة وضعية كريستو غامضة وإلى ما تابش تواصل الوضعية هذية روى لاعب يقعد المدة هذي الكل ما يلعبش كيفاش بش يرجع كريستو المستويه واسكب توا دوا النجم الساحلي يفرض فيه للاهلي هذي كوضعية مادية ونعرفه الناس الكل لكن كريستو توا مع انتا نور مالمون اللاعب كان جي كمبيتيتيف رو عنده بلاسة اساسية في المنتخب رو كاس افريقي هذي رو لعبها كان جي معناها هو في الاهلي لكن كل المش مقتنع بياس كوفاما دا دي فايانس تاكتيك عند اللاعب تكنيك شنية المشكلة هو اللاعب ميمك ميملكش الامكانيات الفنية مش يكون متواجد في الدوري المصري وعليش كريستو مابستار من خان تفعل معك مش دوري المصري والاهلي من هو فريق كبير معني فريق عرف العالمية فريق يلعب الأدوار الأولى يهز الألقاب القرية والمحلية ويأكل الأخضر واليبس في البطولة في البطولة يخفام الفرق الكل الممتازين في بطولة مصري فما فرق متوسطة وتحت المتوسطة كي ما بطولة يلعب في بعض المباريات معناها ضد المباريات ضد الفرق السهلة اللي ما ينجمش يلعب كريستو ما عندوش الإمكانيات بش يلعب عندو الإمكانيات بش يلعب لكن هزاي انديري مش قرار فني انديري قرار إديري كريستو ما يلعبش به كي انتي محاشتك شبير كريستو يا مدرب ويا إدارة الاهلي خرج وخلي يمشي حتى إعارة في جمعية في مصر خلي يلعب ويمشي كومبيتيتيف اللاعب اللاعب بيدو ومانيش عارف انا اسكولاجون بتاعو اللي ليهي وشكون ليهيلو ما صارش معناها دي نيجوسياشون مع الاهلي بيش لو ليهي دايه يخرج ويمش يلعب ليهي الهي الجيسون تكارير دي حكا عليها واش تتكبير اي معتا كيفاش هو تاو كريست وراو كان طالع عمله ينشوت ليبر كيفاش بيش يخرج منها شوت ليبر هذيه واسكو تاو فاسيف بيش راو كريست ويخرج ما يخرج حتى حتى الاعلام التونسي نوعا ما برد على ونا ما عاش تذاكر جملة اللاعب ما مش يلعب عبس التلقاء بشارعي من الجميل عف الله ليوم مش يلعب بيرسيتاو وشحات لعب القادر لإقال بعض المباريات في المحل مباريات وقتلي تعمل انت دور ليفكتيف وقتلي دور ليفكتيف وقتلي انت عندك معانتا دي كمبيتيسيون وشامبينز ليغ ولا حاجة وبيش دور ليفكتيف اتناجم بتاخو حتى انت انت جو مو يبداش تتولير اذا يدل انه كولير غير مقتنعة ممن باللاعب في اللي جران كلوب اليوم حتى تشوفوا مثلا الاسبرانس لتوالي كلوب السيسي لا لي جران كلوب فما دي ماتش متعم فما ملعبية كلي ما عندهمش بلاسة وقتلي يحطك بتسجل نقاط ايج متسجل نقاط بش عالقل تقعد في اللي افكتيف وما تحط الجملة تحط حط لعب كالكو سيكنس كالكو ماتش كالكو تن يخدش من ماتش اذا كان تلقى راه و لل افكتيف لم يحصل استرلال فرصة ينيت مجا توش فرصة كبيرة مجا توش فرصة كبيرة بشوف 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 يودي فرصة في اللنتريمون يهديكم ربي الفرصة لو حتى درج اللنتريمون مش كي مالماتش حتى في درج في اللنتريمون تسجل نقاط المدربين مهمش اخبياء المدربين انا عندي ملاعب صغير روت تفل يسايبوا الفين وثلاثة ولا الفين وقداشة الفين وثلاثة ودوميل ترواء اذا كان شافوا فيه بذرة متاع ملاعبي اللي نجمي عاوض في البوست برسي ميسايبوه امور اخر الله اعلم تحل معدوش ملاسف ما عندوش خلاق اخرين ترغى بش تاخدو فما لعبي اخر منو في مصر راهو ما نساورش كان ما ينجمش هلعة في فريق فما ملاعبي اخر منو في مصر فما ملاعبي اخر منو في مصر ملوش خذيتو لهلي من اصلو ما يعرفوش امور اخرى امور اخرى لقاوا فيه شوف خان قولك حاش لقاوا فيه بوتاتر في او دي بوي معنا هام بروفيل اللي كانوا يشوف فيه من بعيد مش قدامهم شنو اخطأ الاهلي في انتداب كريستو يعني ممكن لا وبيان هو لا مارس بوريس شوما كانش كما كانوا يستنوا فيه ما تحسرش هو غير جدير بش يكون في الاهل وهم غلطوا دون كانوا نجموا يفسخولوا في المركات وليفاتوا ويخرجوا اربع مليارات توين سرح اربع مليارات توين سرح احنا نرجع لك على الخطأ اخي انا فريق كاهلي نجيب لي عبر ربع مليارات غلط فيه معنا ما تبعتوش بالكديو وما نعرش امكانياتو وما نعرش نية مستواه ما نتصورش انا كان الاهلي بلعب سرح بش يحط ربع مليارات حكينا للحضور التونسي من جانب الاهلي طبعا اسطورة النادي الاهلي علي معلول حاضر كريستو خارج القائمة حمزة المثلوثي وسيف الدين الجزيري في قائمة الزمالك الزمالك في مهمة صعبة اني مبغاة الاهلي صحيح ماتش كبير الحقيقة مهمة صعبة وصعبة برشا في ظل تقلق الاهلي المصري حمزة المثلوثي قاعد يكون فيرم قاعد يلعب الحقيقة عكس عكس الجزيري بلوز ومو قاعد ياخو في تونجو أقل مواش تتولير في الزمالك الزمالك قدامها الحقيقة كبير ياسر الاهلي ما تصورش كان الاهلي بش يخلي الفرصة تفلت منه ويتوج بالكأس ولو انه شوف اذا كان بش تمشي انترا نوتر وجمهور خمسين خمسين تصور جمهير الاهلي دي مأكد ممكن يقسموهم حتى خطر لأمور تنظيمية صحية ماشاء الله في السعودية متوجدين بكثرة لكن سورة ماش توتي بوسيبل لكن ما نحبش انا نقول سور بابي اي سور بابي اي ما نمنش به الأمور لكن حقيقة الميدان بش تقول انه الاهلي اقوى على جامع المستويات الاهلي اللي انترا ديكسيلي الاهلي اللي انترا الحقيقة بش يقعدين يواريو في ديماتش باهين صور انه الاهلي الحقيقة بش بش الاقع الاقرب لا تتواج باللقبات توافق واش دي عب ستار؟ هو سور بابي اي الاهلي مع انتها لا مقارنة بالزمالك على كل المستويات لكن ايجا نقول لك هذي مباراة واحدة فيها برشة فلوس حتى الموتيفاسيون 950 الف دولار حتى الموتيفاسيون اللي محتوطة حتى اللاعب المتوسطي يولي اللاعب معناه الحقيقة يخلي يعطي كل ما عنده في المباراة هذية بش نراو زمالك سور البلان ديفونسيف ممكن ممكن مش اكثر وبش يحاول ينقص اكثر من الخطورة متاع الاهلي انا نقول كل شي ممكن سورة ماجدو كوب وعلى مباراة واحدة كل شي ممكن وما يعني حتى انك تكون اقوى مني برشة على تسعين دقيقة ناجم انا راني سور بالاريتي الناجم من حيلك المباراة لكن على ورق الاهلي الحقيقة اقوى مفضل الفوز باللقب عندكم فكرة شكون حكم المباراة تعرفش شكون حكم المباراة هذية برازيلي اندرسون دارونكو الحكم اللي يمارس رياضة كمان الاجسام وجدي حتى ضربة الاتصالية الحقيقة ضربت مع شكاولك يفضها واحده ناجم تمشي تحتاج على قرار مقرارات ووجدي او كان عنا شكون اخر بل بلاتوي ناجم كان معنا زميله سليتي فرع اي حكم متخافش حتى شجرة سليتي انتاش بتدخلوا تشوفوا صورة الحكم اندرسون دارونكو على الباج راديو ايفيام قالك فام فامة واحدة اكتبلك تعليق قالك سليتي كيف دخلت على الحكم يتكلم كيفة لغات العالم كل اللغات الكل يحكيهم تحيا يا سخيتي تحيا يا سخيتي لا يفلت حصت ولا يفلت حصت الغير هم هم الولاد كل لا كاية تجاوزنا كل الخطوط الحمراء امورك مع بع عادي تلقى هاللوتة يناش يناش هو منطقة البحيرة اثنين يعرفها حتة حتة شي اختراب يلا فاصل ورجعين مش نحكيه على الجولة الاولى من البلايوف والتحكيم في مباراة التراجي الملعب التونسي فاصل ورجعين تين وثلاثة وخمسين دقيق على ايفين بيقبل ما نحكيه على الجولة الاولى اليوم الدربي مش الدربي مباراة كبيرة بين نهضة بركان والجيش الملكي معين الشعباني يتحدى الفريق البطل الجيش الملكي ليقوده نصر الدين النابي ونتاج ممتازة الفريق اذين متصدر بتسعة واربعين نقطة فارق نقطة على الثاني وتنقصوا مباراة خبار اخر يخص المدربين التوين سواء اشعاعهم طبعا وتقلقهم خارج حدود الوطن عبد الحي بن سلطان مدرب للمغرب الفاسي مدرسة التونسية مطلوبة في المغرب كل عادة نحكيه شوي على الشأن المحلي توقيت المباريات في شهر رمضان مشكل توري حق في الفترة الاخيرة والبارح نسكل سامعه تصريح المدرب كردوزو اللي طالب بالمباريات بعد شقق الفترة في شهر رمضان عبد الحق الحقيقة جريمة اللاعب تلعبوا في رمضان ماضي ساعة الحقيقة جريمة والفور ماذا بينا احنا لو المكلفين بالداتاء يجيبوا لهم اللاعبين وقت اللي يلعبوا مباراة كورت قدم ويجيبوا معهم معطيات علمية وده كادرة في الفيزيولوجيا ويجيوا يفسروا للمسؤولين اللي هما قاعدين في البيرويت بالتنسيق مع المصالح الامنية هالخطورة متاع لاعب وقت اللي يبدأ يلعب صايع راي كيرث ايش بيش يوصله هو للستة ونص وقت اللي هو حتى من اللي ريزيرف اللي عنده وينرجيتيك الكل اللي خذيهم وحطنا فاكل ماتش راي جريمة كبيرة وقت اللي عندنا الامكانية بيش نلعبوا في الظو والامور الامنية رينا انو مباريات تعديت معناها على احسن ما يرام في الشامبيونز ليك ثمانية متاع الليل كسوالي توال كسوالت ترجي يلعبوا بعض الشياء معتها في الليل وعادي جدا والناس كل روحت وحمدوله والامن كان معناها الحقيقة قادر انو بيش يخرجوا ماذا بينا ماذا بينا وش خاص كان حتى حتى الفرجة فرجة بعض الشياء قان الفتر خير من خير بالنسبة المتفرج خير من مشكلة ذاي اللي تويحة في الفترة الاخيرة هواش دي وتوقيت المباريات فيها رمضان ومشكل هي فريمو مشكل كما كان يحكي عبد ساتار يلزم لعبات زادة والسلط الاشراف والناس والتبع في الشأن الرياضي وكورة قدم يلزم تعرف المدربين والاستاف والملاعبات شي قاسية وشوف هي في في شهر رمضان مش تلعب بجولة واحدة ورزمو نتصور انو في الجولة ذيكا وكنا عطينا وقمنا بني دا ات عنا توي شهر شهر ونص ممكن الملعب الوحيد دي وقتها ما توفرش فيه الإضاءة هو ملعب سوسا وكنا نجمو إذا كنا نوصلو شهر شهر ونص من وقتها معنى هرانا وفرنا الإضاءة نتمنى ان المقابلات ولا المقابلة ولا الجولة ثلاثة مقابلات تصير في رمضان تصير بعد شقال فتر التسعة ونص عشر تعليل فم ماتش ستا تستقبل معانته هج ذو هكا ولا الماتشي بش تلعب في رمضان فيه ملعب تونسي تستقبل هو سمعنا هاله نتوى بارشة نيس يقول لك عندك الذو تلعب بعد شقال فتر معانتك شذو لا غالب قبل يا خويا ما ذا بنا ثلاثة مقابلات بعد شقال فتر عليش معنى خلي معناها العباد يسي معروحهم ويبدوا مرتحين والناس الكل حتى جمهور يمشي مرتاح وتمشي الامور الريضة وعننا يا أخوي أراه في تونس نجم ونظم ونجم ونسروا على تنظيم أكبر تظاهرات ولكلام هذين عروف فما بكرت قدم قال عبد ستارتا وقادرين وقاعدين هل ستتحكي على قطر أكبر تظاهرات وكل بوين نحكي يا أخوي على طلعة شامبيينز ليغ مقابلة في مستوى عمر تنظيم تيه تظاهرة شامبيينز ليغ مقابلة هي تظاهرة خلينا نطلعوا شوية كلام هذين نطلع شوية في الكوتم خلنا عملوا مليع بسيعة إن شاء الله إن شاء الله نتمنى مقابلة وعنده الحق لو كاردوزو يحكي على الفريق نتياه بأسيور عنده الحق ويستنى فيه دو ماتش في الشامبيينز ليغ بشلقة يذهبوا ونسي جاميه كونتر شكو مش يلعب سانداونز كيان لهلي ساسي سيور مش عملوا بعد شقال الفتر لا سيكو سانداونز هما اللي يختار نتصور كيف كيف نتصور بعد شقال الفتر حتى شكون يختار هوني لكله يختار فهم أوقات تحت شامبيينز ليغ ولو أنه سارت لعبنا كاسبيرونز لعبنا كونتر شانداونز ولعبنا بعد شقال الفتر في الليل والتراجي كانت انتصرت غادي واحد بلايش في الشامبيينز ليغ لذلك نتمنى في كل الحالات أي مقابلة نتمنى أي مقابلة في البطولة ولا حتى في الشامبيينز ليغ يصيروا في المدان يصيروا بعد شقال الفتر خطر ما يحس بالجمرة كان يعفس عليها ويعلم به ربي الملابي والمدر أنت كنت تسين في شهر رمضة المباراة شكرا لك وشدي شكرا لك عب ستار معلسف ينتهي الوقت فضلك عايشك بزننا ما حكيناش على ما حدث فيما يخص التحكيم شكرا كامل الفريق نتقابل إن شاء الله غدوة مساعدين ماضي ثلاثة في سبورشيك وحلقة جديدة تسمعوا له يفام وقبلها للأخبار والميتيو باي باي